التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا محمد الزعابي وفي اللقاء رحب البركاني بالسفير متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه ومثمنا الدور الذي يقوم به لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات في هذا الظرف الخطير الذي يعيشه اليمن في مواجهة الحوثي والمشروع الإيراني وما تعانيه اليمن من أزمات ومشاكل واختلافات بينية تؤثر على الصف الوطني في مواجهة المشروع الحوثي الإيراني وتؤثر على استقلال الدولة اليمنية وتلحم القوى الوطنية مؤكدا على الدور البارز لدولة الإمارات مع الشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثي والمشروع الإيراني وقدموا الدماء والأموال والجهد السياسي لنصرة إخوانهم في اليمن ودعم شرعيتهم ونظامهم الجمهوري واستقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه وهو دور مقدر ولا يستطيع أحد جحوده أو نكرانه وقال أن قيادة المملكة العربية السعودية كان ولا يزال هو الحصي للحفاظ على اليمن وإسقاط المشاريع المشبوهة والسلالية وإنها والإمارات العربية المتحدة مدعومين لإنقاذ اليمن من الوضع الاقتصادي المتردي بعد أن قام الحوثيين بمنع تصدير النفط من خلال ضرب ميناء الضبة على مرأة ومسمع من العالم والاستفادة من موارد الضرائب والجمارك في ميناء الحديدة والمناطق الأخرى وفقدان الشرعية للموارد الرئيسية التي كانت ترفض الخزينة العامة للدولة وأن خيار السلام المطروح اليوم هو الخيار الأمثل لكن الحوثي لم يكن شريكا جادا في عملية السلام وأن الأطماع الإيرانية لا حدود لها وأن التصرفات الحوثية لمن يعيشون تحت سيطرته والجوانب الاقتصادي والاستثماري والبنوك وأموال المودعين والجبايات الظالمة التي ينهبها الحوثيين وينتزعون اللقمة من أفواه الجائعين تدل على فضاعة تلك العصابة الإجرامية وعبثيتها وإنها غير آبها بالسلام ومن خلفها إيران وأن خيارات السلام لم تكن محل قناعتهم لأن مطامحهم أكبر بكثير ولا حدود لها من جانبه أكد سفير أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعمل بكل جهد وثقة متبادلة وتعاون ومواقف مشتركة هدفها إنقاذ اليمن واستعادة شرعيته والحفاظ على النظام الجمهوري والدولة اليمنية على كامل ترابها الوطني وأن قيادة الإمارات والمملكة يرون في استقرار اليمن وتخلصه من هذه العصابة استقرارا للمنطقة والمياه الإقليمية والدولية وأنهم حريصون كل الحرص على تحقيق السلام ودعم دور الأمم المتحدة والتأكيد على المبادرة السعودية ودورها في عملية السلام وأن الوضع الاقتصادي من القضايا الرئيسية التي تعمل الإمارات والمملكة على دعمه وإخراج اليمن من أزمته وتحقيق الحد المطلوب من العيش بكرامة لأبنائه وتوفير الحاجات الضرورية وإصلاح مختلف الأوضاع وتدفق الاستثمارات وتحسين الخدمات